صباح الخير مونير عجم اليوم ما منتج الفيديو اللي علاقة بالبي ام بي والتحضير للبي ام بي دائما من فترة لفترة بنشوف اشخاص اللي بيدرسوا البي ام بي ولا بيدرسوا بيعطوا دورات تحضير الامتحان بيرجزوا على تشجيع الكانددات تبع البي ام بي انه يحفظوا ال اي تي اوز هلأ شو هنه ال اي تي اوز بالطبع هنه ال اي تي اوز لكل عملية بادارة المشاريع لكل براساس هلأ متل ما منعرف نحن بالاصدار الخامس للبومباك في 47 براساس وكل براساس يكون عندون اكتر من 10 اما 15 اي تي اوز اما على الاقل 5 اي تي اوز هلأ بالطبع الفكرة انه اللي بيشاجعه هاودي انه لازم نعرف كل المداخل والمخرجات تبع البراسسز هو الاهم بالامتيحون مش الانبوت والتوالز والتكنيكس الاوتبوت الاهم هنه بعض التوالز اللي تستخدم وكيفية استخدامها يعني هلأ مشرح عليها اكتر بس خلينا ندل مركز على موضوع الحفظ هلأ هلأ بالطبع لا شك انه ممكن يجينا بجيع اكتر من سؤال انه شو هو الانبوت لهالبراسس ولا شو هو الاوتبوت لهالبراسس بس ما حدا عم بطلب منكم تعدوا الداون وتعملوا لستة بالتلاتة ولا بالخمسة ولا بالعشرة اوتبوت الموجودين ببراسس محدد هو اكتر انه ينعرف شو هو انه هالبراسس يعني الاهم هو ينعرف سيكونس للبراسسس يعني مثلا هل فينا نخلص السكتجلينج براسس اما منقلص البيجيتينج الاسيمياتين براسسس اما الورك بريك دون شركشور اذا بيجينا سؤال انه شو هو الانبوت للدفاين اكتفيتيز اكي بالطبع الكي انبوت هو كريايت دابل اي باس الاوتبوت تبع دابل اي باس اكي بالنسبه لأينا احنا دائما بصفوفنا لا بندرس حتى انبوت تلات كنتيك ناوتبوت براسسس ناوتبوت بركز فقط على عمليات الابراسسس هنا ضروري بالprocesses يعني أكيد ما فينا نعمل scheduling إذا ما عنا scope ما فينا نعمل risk management إذا ما عنا schedule والcost وهالأمور كلها التانية يكون معمولة وجاهزة يعني تقريباً risk management هو آخر مجموعة عمليات ممكن تصير خلال التخطيط نحن 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 بيجي بعض منه procurement لأنه عادة part of the risk management output would be to transfer some risk through outsourcing معناتها بيحاجة للprocurement عادة تاني risk management هي تقريباً آخر knowledge area قبل الprocurement وضروري يكون كل شيء معمول قبل منه إلى حد ما هلا ما طلعا نركز إلى حد ما معناتها أنه نركز عليه نحن هون أنه نفهم كيف كيف نقدر نعمل plan خطة لإدارة المشروع والخطة تفصيلية للمشروع والsequence ممكن نتبعه هو وهذا المهم مش ضروري نحفظ كل input and tools techniques and output حتى لذي ذكرتم ممتازي وقدرين نحفظه 600 أما 700 ITTOs بنقول ما تضيعوا وقتكم مثل ما أنه الضروري أكتر هو على sequence of the process يعني كيف الprocess عم بيمشي من مكان لتاني هيدا الجزء اللي علاقة بال ITTOs الجزء التاني اللي اسكنت ريمي شوية اللي هو موضوع tools بالامتحان ألاطت كتير من الأسئلة ممكن تجي أنه هالتول كيف تستخدم يعني مثلا إذا أحبب أعرف staffing level على المشروع أيه أفضل أطلع على resource histogram ولا على bar chart أكيد إذا نعرف الفرق بين bar chart والresource histogram أنه أكيد إذا أعرف level of resource على المشروع resource histogram يعطيني إياها بصورة أوضح إذا أعرف logic والsequence بschedule أيه أفضل bar chart ولا network diagram أكيد network diagram pareto chart لشو بنستخدم pareto chart كيف أهمية pareto chart كيف أهمية control chart يعني هذي كلهم tools ممكن تستخدم بالproject management وضروري نعرف شو هي يعني تركيز أكتر هو أنه نفهم process إذا ندرس الإنباحون ونخفف إذا حبينا نخفف ساعات الدرس بعدما ندرس 500 ساعة أو 600 ساعة أو ندرس سنة إذا فينا نخلص بشهر شهرين ثلاثة أبو 100 ساعة عن قريب مثلما بيقولوا بيكون منتاز كيف نخفض على هذه الساعات أول شي ما نجرب نحفظ التطبيقات أهم شي لقدر نفهم sequence واللوجك بين العمليات والعمليات والprocesses نفهم التولز التي تستخدم بالبروجك مناج مثل كان بالسكتجلينج أو بالكاست أو بالحر يعني الرأسي chart مثلا أو بالكوالي أو بالكوالي أو بالكوالي أو بالكوالي أو بالكوالي منذ ما نضيع أيام وأشهر نحفظ ITTOs هلأ في طرق تانية للامتحان ممكن أفكار تانية ممكن نسجلها لحالة كأفكار مستقلة للمهتم بالPMP تنساعد وينجح إذا عم تدرسوا للPMP متمنى لكم التوفيق وإلى فيديو آخر شكرا